يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك ضارية منذ فترة ليست بالقصيرة مع الميليشيات مديريات محافظة سنعار بموجب تلك المعارك أصبحت عدد من المناطق في نهم تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة من بينها منطقة جبال قروت بينما تستمر محاولات الجيش والمقاومة للسيطرة على عدد من المواقع الهامة التي لا تزال بيد الميليشيات بينها فرضة نهم وتشكل جبال قروت مناطق موازية لجبال الفرضة البوابة الشرقية للعاصمة كما تسهم في التحكم الكثير من الجبهات القريبة منها في أغلب مناطق نهم وفي مفرق الجوف والمناطق القريبة من الفرضة تشتد وثيرة المعارك بمشاركة طائرة التحالف العربي وتؤكد المصادر تقدم قوات الجيش باتجاه الفرضة وانحسار تواجد قوات الميليشي على الطرق والمواقع الرئيسة طيران التحالف استهدف بالخطأ أحد الأطقم العسكرية لقوات الجيش الوطني بالقرب من مفرق الجوف وأسفر عن قتلى وجرحة أعقب ذلك نداء للإعلام العسكري التابع لحيئة أركان الجيش الوطني وجه خلاله المواطنين بعدم السفر في الطريق الرابط بين مركز الجوف والمفرق القريب من فرضة نهم حفاظا على سلامتهم معللا ذلك بضروة المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد آخر معاقل الميليشيا في منطقة السفراء الواقعة بين مأرب والجوف في غضون ذلك أكد ناشطون أن الجيش الوطني يحشد قواته بمشاركة كثيفة من قوات التحالف العربي للهجوم على الفرضة وتحريرها من الميليشيا اشتركوا في القناة